السلام عليكم اللهم صلي وسلم وبارك على أشرف الخلق نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام عمرة 1445-2023 وأخبار هامة من وزارة الحج والعمرة السعودية قبل التفاصيل ينتم تنسوا نجمع اللايك والاشتراك للقناة ونتنسوا نشكام من تفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكم كل الأخبار إليكم التفاصيل بخصوص عمرة 1445 نشرت وزارة الحج والعمرة السعودية عدة أخبار هامة وأول منشور معنا بعنوان وسيكة تأمين العمرة لمعتمري الخارج قيمة التأمين 87.4 ريال لكل معتمر أما عن مدة التغطية 90 يوما اتداء من تاريخ دخول المملكة العربية السعودية ولطاق التغطية بداخل المملكة العربية السعودية أما عن حدود المنفعة ستكون حتى 100 ألف ريال منشور آخر من وزارة الحج والعمرة السعودية للمعتمرين قالت فيه أحرز دائما على التعامل مع الشركات المرخصة قالت في بيانها تتبع طلب تأشيرتك وتعرف على الشركات المرخصة بكل أمين وذلك لحفظ حقوق المعتمرين وتوفي منظومة الحج والعمرة الخدمات التالية بداية التحقق من الشركات المرخصة في المملكة وخارجها وذلك من خلال خدمات الإلكترونية بموقع وزارة الحج والعمرة ثانيا متابعة حالة طلب التأشيرة من خلال المناصة الوطنية الموحدة للتأشيرات منشور آخر من وزارة الحج والعمرة السعودية بعنوان تصريح العمرة والصلاة في الرودة الشريفة لديوف الرحمن في حالة قدومك من شركات العمرة فإنها تلتزم بإصدار التصريح اللازمة للعمرة أو الصلاة في الرودة الشريفة ونشرت أيضا تنويه هام وفيه يكون إصدار التصريح بحسب الإمكانيات المتاحة كما أعلنت أيضا منشور آخر وقالت فيه حقوق المعتمر في تطابق الخدمات تلتزم شركات العمرة بتنفيذ برنامج المعتمر وخدماته حسب الاتفاق توفر أيضا الخدمات الإضافية التي يطلبها المعتمر متابعة تقديم حزم الخدمات المتعاقد عليها وأيضا معالجة أي قصور أو خلل في تقديم الخدمات انتظونا بإذن الله بكل ما هو جديد حول ما ينشر حول عمرة 1445 وأيضا حج 2024 تابعونا ولا تنسوا دعمكم لنا والسلام عليكم ورحمة الله